اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعزائي الطلاب وطالبات الصف السادس ها نحن مجددا في حلقة جديدة وفي درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية نتمنى أن نقدم لكم المفيد والجديد في هذه السلسلة من دروس اللغة الإنجليزية للصف السادس في البداية أيها الأحبة سنبدأ بمراجعة الدرس الماضي وهكذا دائما نراجع درس ثم نأخذ درس جديد في الحصة الماضية تحدثنا عن my family وmy family تعني تعني مثل ما تحدثنا سابقا تعني العائلة my family my family وفاقسيمات العائلة كانت من خمس كلمات وقلنا أننا لابد من حفظ هذه الكلمات بالإضافة إلى كلمة family 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 تعني عائلة then father after that mother sister and brother إذن هذه العائلة family father mother sister brother هذه المجموعة كلها mother father sister brother هي تكون حاجة اسمها family يعني عائلة this is my father this is my mother this is my sister this is my brother this is my family this is my family اليوم سنتعرف على سؤال جديد نوضيفه الأسئلة التي أخذناها في البداية أخذنا السؤال what's your name what's your name my name is عثمان how old are you how old are you I am 10 years old I am 12 years old I am then ثم تضع أي رقم من الأرقام التي حفظناها 12 years old after that أخذنا أيضا سؤال how are you how are you السؤال الحال وقالت الإجابة I am fine thank you I am fine thank you اليوم سنأخذ السؤال الجديد دائما تسأل بو مفير جدا في الحياة اليومية who is this who is this who is this من يكون هذا who is that من يكون ذلك لدينا كلمتين كلمة this كلمة ذات who is this who is that القريب من هذا who is this البعيد who is that repeat after me who is this who is this who is this البعيد who is that إذن معنا كلمة this هذا وذات ذلك استخدم للبعيد نبدأ بالكلمات this this that here there this that here there نحاول في الدرس هذا نخرج من الدرس بالأربع كلمات هذه وأيضا طريقة استخدامها لما أسأل من هذا who is this من ذلك who is that عود لسانك who is this who is that good هنا here هناك there هنا here هناك there هناك there إذن لدي أربع كلمات this هذا that ذلك here هنا there هنا حسنا انظر إلى هذا يشاور هذا الإبن على أبيه ويقول this is my father this is my father ولاحظة في الصورة إن الإبن قريب جدا الإبن قريب جدا من الأب لذلك يطلق كلمة this هذا لأنه قريب this is my father إذن this تخدم الإشارة إلى القريب المفرد this is my father this is my father أوكي لاحظ بنت أمها بعيدة احنا قلنا للقريب نقول this لاحظ الإبن قريب من الأب هنا البنت بعيدة جدا من أمها هتقول that that is my mother that is قريب this is بعيد that is that is my mother that is my mother أوكي إذن القريب this البعيد that this is my father that is my mother أوكي هنا وهنا هنا وهنا here and there here and there here هنا there هنا أحمد is here ليش أحمد is here عشان أحمد موجود بجانبه لكن لحظ فاطمة بعيدة هيقول فاطمة is there فاطمة هناك فاطمة هناك أحمد is here فاطمة is there لو حبينا نستخدم في الجملة هذه كلمة this هقول this is أحمد ليش لشان أحمد قريب وأقول that is فاطمة تلك هي فاطمة أو أقول أحمد is here فاطمة is there إذن خلاشت الدرس this that here and there نستخدم this this is my father this is أحمد that is فاطمة أو أقول فاطمة is here وأقول أحمد فاطمة is there and أحمد is here سنأخذ الدرس بطريقة أخرى نحاول نركز من باب أن الدرس لما يتخذ بأكثر من طريقة نستوعب نفهم نركز فيه وبالتالي نقدر نستخدم الدرس أوكي lock listen then repeat lock listen then repeat to you welcome to you I am Mullen I hope you enjoy watching my English for Saudi Arabia أوكي English for Saudi Arabia sixth grade elementary هي كتاب الطالب من الصف الساس التدائي sixth grade elementary first term lesson twelve today نحن الليلة هندروس الدرس أو اليوم هندروس الدرس الثاني عشر page twelve وأيضا افتح كتابك ونتتابع على صفحة رقم اثناش who is هنبدأ سؤال who is who is من يكون ولدينا شيء قريب جدا هذا هنقول ايش قبل قليل قلنا عندنا كلمتين كلمة تعني هنا سوري هذا اللي this وكلمة تعني ذلك اللي هي that this القريب المفرد نشاور على شيء قريب مفرد this 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 is my book بعيد that is my book اذا هنلاحظ كيف نجاوب على السؤال هذا this 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 تعني هذا who is this لاحظ الاصبع هذا قريب جدا فنقول who is ونستخدم كلمة this لماذا لأن الاصبع قريبة جدا من الشخص اشاور على شيء قريب اقول this بعيد ذات هنلاحظ ان هذة كلمة this للشيء القريب this is my father اذا الابن يقول عشان ابو قريب this is my father this is my father اذا عرفنا كلمة this باللون الاحمر تشير الى كلمة هذا في اللغة العربية وتعني الاشارة الى شيء قريب مفرد this اذا انت تستخدم في الحلومية كلمة this لاشارة الى شيء قريب that هتلاحظ الاصبع بعيدة الاصبع بعيدة that that ذلك لاحظ المسافة كبيرة who is that who is that من تكون تلك من تكون تلك that who is that ما قلنا this لماذا لان الاصبع بعيدة والشخص بعيد لاحظ الاجابة that that is my mother yes شوف بالأحمر that is my mother that is my mother تلك أمي تلك أمي استخدمنا باللون الأحمر كلمة ذات للتعبير عن الشيء البعيد المهون hear yes هناك كلمة أخرى خذنا this بمعنى هذا وذاتي معنى ذلك أيضا كلمة hear hear تعني هنا hear لاحظ شيء قريب وبيموجود هنا amad is here yes أحمد is here أحمد موجود أحمد موجود أين هنا كلمة الرابعة there 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 تعني هناك هناك عقس كلمة hear لاحظ البنت تشاور على البنت هذه الأمة بعيدة لاحظ أو البنت بعيدة بسافة بعيدة فاتمة is there فاتمة is there نعم فاتمة is there yes فاتمة is there فاتمة هناك إذن عندنا here هنا و there thank you thank you thank you نتأكد من مدى استيعابنا للدرس عن طريق التماري أوكي ركز في التمرين وحاول تجاوب معايا listen استمع look انظر بعدين repeat كرر الكلمة الرابعة هي كلمة answer choose the correct answer choose the correct answer choose the correct answer اختر الإجابة الصحية look تأمل الصورة هذه look انظر يعني تأمل الصورة شوف الإشارة اليد بتشاور على شيء وهنشوف ليش المطلوب is a car is a car لاحظ اليد بعيدة أم قريبة من السيارة اليد بعيدة نبغى نقول هذه سيارة اوكي لاحظ a this this b that that اوكي لأن تأمل look listen think بكر وبعد ذلك نريد إجابة ركزها ميش الإجابة التي سنضع في المكان هذا تلك سيارة سيارة بعيدة هنقول ايش لاحظ that is a car هنضعه هنا في الفراغ هذا that is a car ذات ذكار وهكذا تعرفنا كيف نستخدم كلمة ذات في جملة وكيف نختار شيء صحيح اجابة صحيحة احسنت choose the correct answer choose the correct answer السؤال هذا بيتكرر كثير نفهمه ونحفظه علشان معناه اختر الإجابة الصحيحة جميلة كاملا الصحيحة ونحفظه أجد لدينا يد قريبة جدا من كرة من كرة ونحفظه الكريب بعيد ذات ونحفظه هذا هنشوف السؤال is a ball is a ball كرة هذه كرة ولا تلك كرة a this this b that that هنشوف كيف الإجابة هنقول إيش تلك كرة أم هذه كرة هنشوف الإجابة this is a ball إذن لإشارة إلى الشيء القريب المفرد هتقول this this is a ball أوكي اللون الأحمر ويشير إلى الإجابة الصحيحة this is a ball correct the underlined word yes correct the underlined word يعني اختر الكلمة التي تحتها خط آسف صحيح الكلمة التي تحتها خط جون هنا جون لاحظ hello 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 john is here john is here john is here لاحظ جون فين لاحظ جون فين جون هنا ووو بيقول جون is here جون هنا بينما جون ما له بعيد wrong هذا غلط لازم نقول جون is جون 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 is there there لأن العبارة هنا تقول جون يكون هناك جون بعيد جون is there إذن الإجابة الصحيحة June is there Choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة شوف الأسبوع أو جد بيكشير لشيء قريب جدا هنعود مرة ثانية إلى كلمة this و that فقلنا this تعني هذا و that تعني ذلك وهنا الإصبع قريبة نشير إلى شيء قريب مفرد Is my brother is my brother نبغى نقول هذا يكون أخي هنشوف A this this B that that هنخمن الإجابة الجميع هنفكر look at the source this و that هنختار إجابة this هي الإجابة الصحيحة this is my brother this is my brother choose the correct answer yes أيضاً اختر الإجابة الصحيحة yes أيضاً اختر الإجابة الصحيحة yes that that is my sister that is my sister good هنخمن choose the correct answer choose the correct answer أيضاً سؤال جديد okay لاحظ الإصبع قريبة جداً هيقول إيش David is David is David is David هنا ولا David هناك أكيد الإجابة بالعربي David هنا David موجود هنا هنشوف كلمة هنا ماذا تعني باللغة الإنجليزية A here here be there there okay هنقول David is is here here yes David is here David is here ياسي الإجابة الصحيحة choose the correct answer choose the correct answer لاحظ هناك الكطار أربعيد هناك هنقول هناك ياس the train is الكطار يكون يكون هناك هنقول هناك ياس A here here be there there here and there here and there الكل يفكر في الإجابة يحاول يفكر في الكلمة الصحيحة yes هنحاول نجيب على السؤال تأكد من إجابة yes the train is there the train is there ياس لاحظ بالأحمر الإجابة الصحيحة correct the underline word اختر صحح الكلمة التي تحتها خط هي غلط كلمة تكون خطأ هنحاول نصلحها that is a tree لاحظ الولد قريب من الشجرة جدا ويبيقول that is a tree that is تلك الشجرة والصحي يقول إيش يقول هذه شجرة إذن كلمة ذات تعبر عن شيء بعيد wrong yes إذن wrong إذن ذات كلمة غلط نستبدلها بيش هنشوف بيش نستبدل عشان تكون صحيحة المساعد يعمل وتمسح كلمة ذات عشان نحط مكانها كلمة this كلمة this this is a tree this is a tree this is a tree يس الآن نستبدلها صحيحة هذه شجرة أوكي وهكذا انتهينا من flexor size نعود مرة أخرى إلى كتاب النشاط ونأخذ أيضا التمرين في كتاب النشاط حتى نستطيع نخرج من الدرس بإذن الله ونحن حفظنا الكلمات وأجدنا استخدامها وعرفنا أيضا كيف نحل بطريقة صيحة هنبدأ باستعراض الكلمات this لدينا سؤال بيقول trace and copy يعني ردد ثم ردد ثم انصخ this باللون الأسود بتقراها وthis باللون الرمادي بتمر عليها بترد عليها بالقلم الرصاص ثم تكتب الكلمة في الفرخ وهكذا كلمة ذات وأيضا كلمة here وكلمة there this that here there أوكي كوسة number two بي choose اختر هتختر الإجابة الصيحة لديك إجابتين ولديك أمامك رسمة أو صورة حاول تركز و first أنا قلت إيش سوي look تنظر then think ثم تفكر بعدين repeat ثم بعد ذلك تختر الإجابة الصيحة هنبدأ يا شباب this that is about أول إجابة أمامه مربع this وهنا كلمة that is about ونقولنا في البداية كلمة this تعني هذا وذات تعني ذلك ولاحظ اليد التي أمام الحقيبة قريبة جدا من الحقيبة إذن إيش الإجابة الصيحة إذن الإجابة الصيحة كلمات this هتعملي في المربع هذا stick إشارة صح هنا في المربع الأول أوكي آه كوستر نمبر 2 أيضا أمامك طاولة و يد ولكن تشير يد تشير لأشيء ما له بعيد بعيد أوكي look listen to me this that is a desk this that is a desk أوكي هنا هنحاول نختار إجابة صحيحة بما أن اليد هذه بعيدة عن الشيء هتشير إلى شيء مفرد بعيد هنختار كلمات that ونعمل إشارة صح أمام الكلمة الثانية that السؤال الثالث أيضا this that is a book لاحظ أيضا تماما هنلاحظ هنجد الإصبع هذه تشير إلى شيء بعيد بعيد أوكي إذن this that is a book بما أنه شيء بعيد مفرد هنختار كلمة that الكلمة الثانية ونضع أمامها علامة الصحف المربع السؤال السؤال الذي بعده يد بها قلم القلم في اليد يعني موجود قريب جدا ومفرد this that is a pen إذن هنقول هذا قلم ونعمل thick في أمام الكلمة الأولى في المربع الأول أوكي let's share الكرسي is here كلمة الثانية there الكرسي يكون هنا أو هناك بما أن اليد بعيدة هناك مسافة هنختار كلمة هناك وتعني there here there إذن الإجابة هي there أيضا the pencil قلم الرصاص في اليد يعني هنا هو here or there لا الإجابة الصيحية هي كلمة here هنعمل صح بالمربع اللي بجانب here بانتهاء هذا التمرين يا شباب نكون قد أكملنا الدرس الثاني عشر هو يتكلم عن أربع كلمات عن كلمة this وكلمة that وكلمة here وكلمة there وطريقة استخدامها نتمنى ونأمل أن نكون قد أوصلنا لك المعلومة بطريقة سليمة وصحيحة وأن نكون قد ركزنا لك الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله